من مدينة المودا ميلانو إلى جزر السقلية في الجنوب كل إيطاليا تحت الحجر الصحي الأمر ليس مزحة وإنما تعليمة تخص ستين مليون إيطالي كلهم معانيون بالعزل فلا تظاهرات رياضية ولا تجمعات سياحية أو ثقافية إلى غاية الثالث أفريل المقبل أنا بصدد الإمضاء على مرسوم يمكن أن يلخص في عبارة أبقى في المنزل وباء مجهري تحول في ظرف سبيع إلى عبء ثقيل على حكومة روما ولم يستثني حتى مراكز عادة التربية حيث وقعت أعمال شغب وعصيان في عديد السجون من مدن الشمال الإيطالي بما فيها مقاطعة لومبارديا بعد أن قررت الإدارة فرد قيود على الزيارات العائلية والتصاريح الخروج وحتى خارج السجون وجدت السلطات نفسها مجبرة على تسيير أزمة التموين بالمواد الغذائية إضافة إلى تراجع عدد السياح وتنقل الأشخاص حيث أصبحت الوجهة الرومانسية لفينيز مرعبة للأجانب ليكون البلد العضو في مجموعة سبع على موعد مع أخطر أزمة صحية تمتحن حكومة جيوسي بيكونتي وتنذر باقي الدول بأن الوباء الذي غادر الصين لجأ إلى القرات الخمس بتابعاته الصحية وخسائره الاقتصادية التي تجسدت في انخفاض أسعار البترول وتراجع النشاط الصناعي